التقى الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية التقى بعدد من مقاتل الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ونقل الفريق محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاتل الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من مقاتل الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية والذي يأتي في اطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك للتواصل مع ابنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لمقاتل الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم مشيدا بتفانيهم في اذائهم مهامهم على اكمل وجه فضلا عن دورهم البطولي في الحفاظ على الامن والاستقرار واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالامن القومي المصري واهم التحديات التي تشهدها المرحلة كما اضار حوارا مع مقاتل الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية ناقش خلاله تطورات الاوضاع على الساحات المحلية والاقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الامثل بما يسهم في تحقيق الاستقرار واستمرار عملية التنمية التي تشهدها مصر بكافة المجالات واعرب عن سعادته بما لمسه من حالة الوعي والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى ابطال القوات المسلحة مؤكدا ان مصر تحتاج الى جهود ابنائها المخلصين الذين يقاتلون في كافة الميادين من اجل رفعتها وتقدمها وان رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب اصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن امن مصر واستقرارها اشتركوا في القناة